من فينا يعرف هذا الرجل انه شخصية ملهمة جدا لكثير من البشر ويهمنا جدا في موضوعنا ان تكونوا على علم بهذه الشخصية. قم باقاف الفيديو ان تكرمت وقم بكتابة اسمه في التعليقات ان كنت تعرف اسمه. لم تكن تعرف اسمه وسوف نتحدث عنه الآن. قم بتشغيل الفيديو واكمل الفيديو. اضرار التشتت الزهني. ما هي اضرار التشتت الزهني? انه عصر المشتتات. هكذا وصف عصرنا الحالي من هذه الشريحة. كالنيبورت. كالنيبورت مؤلف لواحد من اهم الكتب الملهمة في عصرنا الحديث. هو كتاب ديبورت. وكما يتضح حتى من غلاف الكتاب نفسه انه يتحدث عن التشتت وكيف تنجح في الوسط التشتت. ما يمازل هذا الكتاب وستجب ان شاء الله نسخة اه اه رقمية منه في المساق. وستجبع اصلا على اليوتيوب الكثير من الملخصات العربية التي نولت مقاطع من هذا الكتاب اه الملهم. هو يتحدث عن تجربة شخصية. يتحدث على انه خلال اه مثلا عندما وصل الى سن الواحدة والثلاثين. قام بتأليف اكثر من كتاب. قام بانجاز اكثر من رسالة الدكتوراه. قام بعمل اكثر من ابتكار. وهو يرجع هذه الاشياء لانه في عصر المشتتات انعزل تماما عن كمثال. لم يقم بانشاء اي حسابات للتواصل الاجتماعي الخاصة به. لم يعني يهدر من وقته اليومي اوقات طويلة في تصفح هذه المواقع. الى اخي دي. كتاب مليء بقصص ملهمة وتستطيع ان تشاهدوه. ولكن الخلاصة في هذا الكتاب انه يشبه العصر الحالي كعصر للمشتتات. ويتحدث انها اشبه ما يكون بالوجبات السريعة. وجبات سريعة هامبورجر كده. تأكل منها الكثير. جزابة طعمها جميل. ولكنها عديمة الفوائد الصحية. تأكل منها كثير ولكنها قد تسبب لك امراض اصلا وضخمة. الى اخير. ويشبه هذا العصر بهذا الشيء. ويعتقد انه يجب على الجميع ان ينقذ نفسهم من هذا العصر المشتت جدا بسبب الانترنت وبسبب اليوتيوب وبسبب السوشيال ميديا. كل هذه الاشياء المشتتة التي تستغرق من عمرنا الكثير. وهو يضرب امثلة بصراحة امثلة واقعية جدا. فازكر على سبيل المثال ولعل الكتاب مثلا صدر من اكثر من عشر سنوات. انه في اليوم الواحد يتم اضافة ما يعادل خمسين عام على يوتيوب. يعني كان مضخم جدا من السوشيال ميديا وانها تتنافس لجذب انتباهك. اه سواء بقى بالاعلانات سواء بالارباح سواء الى اخره يعني سواء بالمشاهير سواء بقصص الحقيقة. يعني كتاب ملهم.